اشتركوا في القناة ربنا اخليك يا كابتن احنا متعلم منكو دايما كابتن عادل يعني دايما لما بنيجي نتكلم على كرة القدم في النادي الاهلي بنقول عادل طعيمة عادل طعيمة اخرج الكثير والكثير من الاجيال خلال فترات طويلة جدا في النادي الاهلي شايف اللي احنا فيه دلوقتي بشكل عام بقى بشكل عام شايفوا ازاي من وجهة نظر الكابتن عادل طعيمة بسم الله الرحمن الرحيم بداية اللي انا بشوف انه الموسم ده فيه نوع من الاعجاز في كرة القدم لم يحدث في تاريخ اي نادي في العالم وطبعا دي مش انشا بارقام البلاد الحرة اللي حوالينا الدوري 14 نادي لما تضرب الماتشات في الكاس ما بيعدوش 30-40 ماتش في السنة في اوروبا مع البرد ومع الاجواء ومع الاحتراف ومع اللي بياخد في الاسبوع ماتين الف سترليني وهو الاخره وفي ظل الجو الرهيب ده بلاد شلسي مع كل البطولات اللي بيلعبها عمل 59 ماتش المان سيتي عمل 61 ماتش انت تعرف الموسم ده لعبت الاهلي هلعبوا كم ماتش السلية والشناوي تقريبا هيعدوا 90 ماتش فتخيل انت الموسم ده بتلعب ضد الطبيعة البشرية طبيعة البشرية من ناحية ناحية البدنية من ناحية النفسية لان ربنا يمدي لكل واحد فينا طاقة الطاقة دي العضلات والانسجة والاعصاب لا تتحمل بأي شكل من الأشكال هذا الجهد مهما عملت من السشفاء مهما عملت من السشفاء لا في مواد كمورية بتتفير زكاة عشان عضلة تشتغل مضبوط فلو العضلة خلاص يعني تشبعت الجانب النفسي انك انت ضاغط 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 بيحصل ايه الاعصاب احيانا بمفيش تركيز يعني كرت الشناوي لوكن بيلمها لما وسعت منه هل هو كان لا مش مركز بيدلع لا ده الجهد العصبي والزهني بيوصل لمرحلة صعبة جدا فانت بتلعب ضد الطبيعة البشرية البدنية والنفسية وبعدين الجزء التاني انت بتنتقل من مناخ في ظل عشرين يوم شهر بيتيجي من درجة حرارة خمستاشر لخمسة واربعين مع اتناشر ساعة صفر مع ملاعب مع كل الفرق اللي في المطولة الافريقية مع الرغم من عندهم اضاءة ومع عندهم يلعبك ساعة ثلاثة يلعبك ساعة ثلاثة في المريخ السودان كل ما تشته بالليل يروح واخدك الساعة ثلاثة وبعدين كل العوامل دي الى جانب طبعا في جهد تاني اخر وهو المنافس هو بلعبك دايما النادر الاهلي حطه في خانة ان الماتش ده انا بالنسبالي يعني قمة العطاء بتاعي ايه وهتبص تلاقي بعد ماتش الاهلي يجر بقى احنا شفنا بعض الفرق اللي هي يعني اللي تعادل مع الاهلي تلات اربع ماتشات ده بس ده بتشوفه على يعني الفرق على طول ليه لانه انا نقصده ايه يا كابتن انك بتبزل اقصى جهد عندك اه قدام النادر الاهلي وبعدين دين يطعع منك شوي وبعدين برضو برضو من ضمن الحاجات الى السفر والاثنشر ساعة في الطيارة واه والاخر بتيجي تاني عوامل اخرى وهي عدم انتظام الجدول الجدول لما بيجي تحط مفروض يبقى فيه تكافؤ من الفرص فانت مفروض ان انت في النادر الاهلي بتموسل مصر فانت الناس القائمين سواء اللجنة الخماسية او اللجنة السلوسية يبقى فيه نوع من تكافؤ الفرص فانت الاحصايات اللي هي معمولة طبو ستلاقي ستة ماتشات الفاصل بينهم تمانية واربعين ساعة وتتالية مزبوط ما فيهاش ما فيهاش اوقات وبعدين اربعتاشر مباراة اه اتنين وسبعين ساعة بما فيهم صفر تعرف كنت الاسبوع اللي فات ده باي اللي راحت فين جاي من اسكندرية على السويس على الجونة في اسبوع يعني يعني انت كنت في السويس في اسكندرية بتلعب المصري وبعدين طلاقع في السويس وبعدين راح الجونة او راحوا الولاد الحمد لله النهاردة وترجع على ماتش هنا في مصر فانت عارف اذا ما يكون واحد بيعذبك اه انت بتعذبني ليه ده انا مصري ده انا نادر اهلي ده انا اللي بجيب لك بطولات ده انا اللي بفرح الشعب المصري وانت يعني اللي انت بتعمله ده ليه وبعدين الجزء الاهم وانا برضه ضد ما قولت ويعذروني يعني ان اللعيبة ان هناك سلبيات اني سلبيات طب انت كمدير فني حط نفسك مكان مسيماني مع الجهاز الفني وحط نفسك مع اللعيبة لو فيه لعيب بيلعب تسعين ماتش دي كابتن اسلام دي جريمة لان دي دي ممكن جدا مع الضغط ده بيأثر عن نواحي الفيسيولوجية بنسبة الجسم البناء ادم فما فيش بناء ادم على الاطلاق ممكن يتحمل هذا الجهد البدني والنفسي ايه نخش في الجانب الاخر انت الى جانب اننا بحاول اننا عيقك في مصيرتك بعمل عوامل اخرى بتؤثر بتؤثر على نتيجة المباريات ولاقي دايما سواء لجنة الحكام لان طبعا الحكام دول انا في رأيي طبعا ناس محترمين وناس حكام افاضل كل حاجة لكن هما ادوات يا كابتل فانا لما يكون رئيس لجنة الحكام انا اللي بوزعها فهبحط على الفار وبجيب الحكم الفلاني طبعا الكلام ده كله اي واحد مبتدئ في في فترة بيشتغل في التدريب يعرف ان في حاجات يعني ايه طب ليه طب ليه يعني دي لات عملت ليه طبعا انا ابعد عن نفسي اي نوع من انواع القيل القيل والقال اه وبعدين طبعا الفار وزي ما انا سمعت العدل القيعي لما بيقول يعني الماتش اللي فات ماتش الطلاقة كان بربع بنت انت هنا بينالتي ما حسبتوش وبينالتي هنا حسبتو انت هنا بينالتي بتاع اجيجي ما حسبتوش خليم ادي ادي ثلاثة بنت او اتنين بنت فرقوا والبينالتي اللي انت حسبتو في ماتش السراميكا كان يبقى الدولي بتاعك تخيل فالفار مع التحكيم مع الضغوط فانا من خلالك بحي جدا ادارة النادي كابتال خطيب ولجنة الكورة ولجنة التخطيط الهاز الفني واللعيبة والكلام ده كابتال ما هوش نفاق اه انا منافقش حد طول عمري والناس كلها عارف عني كده فانا الجهد اللي الولاد بيبزلوه فوق طاقة البشر اي انا عايز حد بمش هيلعب كورة يطلع من الاسكندرية للسويس مش هيلعب ماتشات ولا حاجة يقعد بس كده في البيت يعني يطلع من في العربية اسكندرية وبعيني روح طالع على على السويس وبعيني روح طالع على الجونا وبعدين بقى ايه عايز ماتشات مع محاضرات مع تركيز مع ينزل مع تركيز الفرق التانية ودوافع الفرق التانية اللي بتلعبك بتلعبك بدوافع كبيرة حتى كابتال لو هو حتى مش الماتش بالنسباله غير مؤثر هو الماتش ده بالنسباله هو البرواز اللي من خلاله بيعرض نفسه وحتى انا دربت المحلة ثلاث سنين انا شفت الماتش المحلة والاهلي الولاد بتوع المحلة كانوا بيتيروا يعني يعني الكرة عندك هنا الولاد بيتير ويروح واخد ايه يروح داخل واخد يعني يروح واخد يعني القوة والحماس قوة والحماس غير طبيعية طبعا ودي حاجة بتساعدني طبعا بتساعدني لان انت طول ما انت بتلعبني كده انا هفضل بطل لانك انت لو لعبتني بنوع من من الهدوء انا عمري ما هبقى بطل انا عايز دايما المنافس بتاعي بيبقى دايما بس من غير العنف والشراصة اللي احنا بنشوف حتى الناس كانت في الطبيعة تقولك ان الدوافع وانا بلعب الاهلي مختلف عن اي فريق تاني وبالتالي مقبول جدا ان احنا نشوف ان الناس كلها بتموت نفسها قدام الاهلي ما هو عشان كده شوف كمية المشاهدة متشاة الاهلي المشاهدة وطبعا الحاجات دي كلها بتبقى معروفة بالالف والياء كده والواحد والاثنين والثلاثة وبالارقام انك انت المشاهدة لانه مفيش ماتش الاهلي هيبقى فيه الماتش تدريبة خفيفة كده ولا حاجة لاي ماتش من اول دقيقة الحاد الدقيقة وبقى الوقت البدل الضايع هتلاقي الجهد مبزول فوق الطاقة مزبوط النهاردة احنا كنا باللعب المصري من كان عاملين ماتش رائع قدنا وحاجة النهاردة النتيجة تلاتة سفر تلاتة واحد تلاتة واحد جابوا جن احمد رفعت جابوا جن من فوج انا شفت الحاد تلاتة واحد اه اه فأنا بقول زي ما حالك قلت لما هلي بيلعب الاهلي بيبزوا الأقصى مجهود وبالتالي بتؤثر عليه في المباريات اللي بعد ودي حاجة جمهور النادل قالي بيبقى حاسسة وعرفة علشان كده بتلاقي الشوارع فاضلة لان العارفين الولاد دول بيقدوا زي الحاجة التانية اه والأخيرة انه كانت الراجل في ماتشاته كلها من يوم ما جه من خلال كل مباراة بتبصت لقى بيلعب أكتر من تكتيج في المباراة الوحدة وتغييراته فيها العلم وفيها نوع من أنواع الحساب بالدقة ايه وعارف امتى يدفع بفلان وامتى يعمل عملية التدوير من غير متاشعر ايه امتى يدفع بياسر امتى الوحيد اللي يمكن مستمر علي معلول لكن امتى يدفع بهاني النهاردة أكرم ديانج حمدي فتحي عمر السلية شريف يعني مروان بيدفع به في أوقات معينة كل الأمور دي الراجل بيعملها اللي بيتابع من غير ما يكون متحيز لن للأهل ولا لأي حاجة يحس ان الراجل ده بيشتغل مع الجهاز الفني بتاعه بيشتغل بنوع من أنواع الدقة والعلم على أعلى مستوى فأنا بحييهم جدا من خلالك وبقول لهم اوعى تسمع أنك أنت مقصر أنت عمرك ما تبقى مقصر وخش كده روح للفيفا قوله أنا بلعب تسعين مباراة في موسم دي تجيبها لازاي تحسبها ازاي دي بمباراة المنتخب بقى مباراة المنتخب ده لسه كانت انت عارب بعد ما تخلص الموسم يعني يوم خلاص في واحد وثلاثين نحن حزبنا حاجة وسبعين تقريبا ما هي حاجة وسبعين وإنسا المتشات اللي جاي مية تارتها وسبعين بعد المتشات اللي جاي السوبر والتع يعني كمالة الموسم هتكمل الموسم الكاسو والنسوم والمتخب قال لغ تمانين وشرين السلية والشنونانو هيوصلوا للتسعين هل ده رقم عادي رقم عادي يقولون في الفيفا ولا في الكاف هل ده رقم عادي هتعتبر جريمة لأن ده الكلام ده هي أسرع للمنتخب الحاجة التانية الولاد مش هيرتاح ودي برضو من ضمن السلبيات الرهيبة جدا الناد الأهل الموسم اللي فات أخذ ستة أيام أو أربعة أيام بين الموسمين والسنة دي نفسه تفصل وبرضو اللي هياخد الراحة أربعة أيام أو ستة أيام الناس اللي مش دوليين طيب حتى فترة الراحة للناد الأهل خدها المنتخب خد اللعيبة والمنتخب القلومبي خد ستة من عناصر أربعة منهم أو تلاتة منهم عناصر أساسية بالنسبة لك كانوا بلعبوا بصفة مستديمة كل دي الأمور دي بتقول لك إن النادي بخير والنغمة اللي بتتقول إن هناك سلبيات أنا شايف إنها ما هي السلبيات هي أنا واحد بيقدي والراجل اللي هو بيقدي ده وصل لمرحلة منه تشبع أنا شبعت كرة قدم وده أعتبر سلبية برضو مش بييده مش بييده إن أنا إن أنا أقدر أتحكم في عصابي وفي عضلاتي لأن ربنا أداني طاقة ربنا أدى لكل واحد فينا طاقة معينة التاقة دي لازم إن أنا الناس اللي بيشتغلوا في الطب وفي الفيسيولوجي وفي العلم يقولوا لا يمكن أبداً إن أنا أوصل لمرحلة إن أنا أعدي دي الستين ماتش شيلسي آه كله جباروتو تسعة وخمسين ماتش في الموسم هو بيلعب إيه بيتلعب وأوروبا وبيلعب كاس وبيلعب آآ آآ السنة السنة دي المان ستيه لعب واحد وستين مباراة ودول يا كابتن احتراف ايه ونوم ايه واكل ايه ومن الصغر احتراف وهم لسه يعني مع الاجواء الكلها راحة مفيش الحرارة والرطوبة العالية ولا الملاعب اللي هي بتبقى ولا التحكيم فدي كلها امور انا بشوف انها ما هيسل به اطلاقا وبيطمن الناس انه ولادنا قدوا موسم على اعلى مستوى ولا يابد ان احنا نحييهم الماتش بكرة شايفه ازاي كابت ماتش الجونة طبعا قلناك كابت ان انا شايف هيبقى ماتش عادي لانك انت هتلعب باخصى طاقة موجودة عندك واعتقد انه الجونة برضو يعني بيشتكي انه يعني الماتشات وورا بعض برضو الماتشات وورا بعض فالله يكون فعون لعيبة لكن انا اعتقد انه بكرة هيبقى ماتش قوى جدا الامل اللي موجود احنا اللي يمكن هنفقده ونفضل دايما مركزين ان الامل بإذن الله تعالى هنبقى موجود لحد اخر دقيقة وزي ما انت قلت باستمرار وانتابع يعني انه الحقيقة عدد البطولات بتاعتك كتير قوي والجمهورنا بفضل الله ثم بفضل الجمهور والادارة واللاعبين والاجهزة طول ما هم ما حطين في اعتبارهم ان الجمهور اللي وراهم لا يقبل الا بكل البطولات تي حاجة مفيش اي فرقة في العالم بتعملها ودي حاجة طبعا احنا بنبقى سعداء بيها لان دي سمات البطل اللي على مستوى العالم شايف اداء بقى بعض اللاعبين خلينا روح للنواحي الفردية لبعض اللاعبين يعني لما تجي نتكلم مثلا على محمد الشناوي وخلينا نتكلم مثلا على حسين الشاحات وكهربا تطور في الاداء خلال الفترة الاخيرة من حسين الشاحات وكهربا تحديدا يعني يمكن عشان ما كانوش مثلا كهربا ما كانش بيلعب كتير حسين برضو قاعد فترة ما بيلعبش كتير هو حسين كان جاي كان عليه ضغوط غير طبيعية واعتقد انه تصميمه سمان انه هو يفضل وراه لحد لما يوصله لمرحلة انه هو يبتدي يبقى من بيقوم بالدور الدفاعي والهجومي وبيقوم احيانا بيدور صنع اللعب يعني التمريرات بتاعته تمانية اسست يعني كلها حاجات مؤسرة جدا حاجات مؤسرة جدا وحاجات فعلا ابتدى هو يعني في الفترة الاخرانية الحقيقة مؤسر جدا في اداؤه واعتقد انه الكهربا برضو داخل في مرحلة انه هيبقى يعني بيجيب اهداف وبيعمل اهداف شوفنا الجول الرابع في ماتش المصري ايه فاعتقد انه الاتنين ماشيين طبعا الشناوي حاجة يعني حاجة مشرفة جدا ايه وكابتن من كباتن الكبار في تاريخ الناد الالي واعتقد ان الموسم القادم ان شاء الله مع التدعمات هيبقى فيه حاجة طيبة انا كنت عايز اتكلم مع حضرك في موضوع كنتين تعمل حلقة مبارح على موضوع الحلول بالنسبة لل احنا محتاجين فعلا يا كابتن محتاجين التجربة اللي اتعمل في السعودية محتاجين ان احنا نعملها في مصر لانه يجيب بحد من بره اه بيجيب اه جابوا راجل خبير تحكين انجليزي اه انجليزي ونقى عناصر العناصر اللي نقاها لعيبة كرة وبعدين بياخد بقى القوام الجسم اه ليه قوام معين علشان الحكم ما يبقاش بياخد كل الموضوع بقى من اول و الاخر الجوانب النفسية اه البدنية الشخصية سنة كاملة جايب حكام اجانب بيحكاموا الدوري ودول بيتدربوا تدريب قوي جدا هو الوف لاين اسمه اه اه كده التجربة دي انا بصرف كتير اجد اه ما انا بجيب ما انا جايب مثلا اه مدير رياضي اه للاتحاد الكورة دون فاني اتحاد الكورة اه ارقام الله اعلم ايه الارقام ايه طب انا انا محتاج الراجل ده لان التحكيم من اخطر الحاجات لان ممكن الدور الفاني ده كان ممكن واحد مصري ممكن يقوم بيه طبعا لكن الحتة بتاعت التحكيم دي مش اي حد هيقوم بيه الراجل اللي بييجي ده ما هواش بعملوش ميول لانه ازا ما الحركة عارف برضو الرؤساء اللي جاي الحكام اللي بتيجي بيبقى كل واحد ليه مجموعة زي والناس كلها عارفوا الكلام ده ففلان ليه مجموعة فلان ليه مجموعة فلان ليه مجموعة وبعدين بنلاقي منظرنا شكلنا في العالم العربي الحكام بتاعنا بيبقى قدوة كده من حيس القوام من حيس الشخصية ففيش لعيب بيروح يعترض عليه استحالة واحد يروح يمسك إيديه استحالة واحد يشخط فيه او مجموعة تروح كل فاول إلا إلا لعبت من هذا العالم يبقى ليك دار بالجزاء ما فيش حد يروح فين وفين لما حد بس يروح بس يعني على استحياء كده حتى في البنال في الكل الأخران بتاع ياسر ما فيش غير كهرباء بس هو كلام بسيط كده واللعب ماشي وخلاص شوف انت بقى لو فيه فاول أو قاوت تلاقي الفرقة كلها كل الفرقة تقريبا بتعمل النظام فالحتة ديها كابت خبير عجنابي للجنة التحكيم خبير أجنب اللجنة التحكيم بيناقي حكام فرز أول المجموعة دي بقى هي اللي يتم الحافظ عليه كفاية بقى المجموعة الجديدة الموجودة دول الدولين يعني كترخيرهم يمسكوا بقى مناطق يمسكوا أي حاجات النهم الراجل ده ياخد لنا بقى لعيبة كورة لسه مبطلة ياخدوا تدريب ياخدوا ثقافة ياخدوا بيختار الحكم يبقى الحكم المصري على الفرازة كده وبعدين الدوري يمشيه بأي شكل أي حكام أجنب تيجي إيه المشكلة؟ سبعة تمن حكام يبقوا موجودين باستمرار ويمشون الدوري لمدة سنة أعتقد أنه مش يبقى فيه خطأ الحاجة الأخيرة أنه العنصر البشري في الفار كل ما بيقل كل ما أنت تستريح في الدوري الإنجليزي ما فيش حد الحكم ما بيروحش يبص على هتلاقي الفار بيتطلع على الشاشة ده يقوله بقى يقوله جول أو يقوله أوف سايد أو يقوله فاول ما بيطلعش بقى وياخد وقته واللعيبة تتلمى حواليه فالبرضو التجربة دي أو السيستم ده أو نظام ده ليه ما يبقاش عندنا؟ طبعا هي حلول بيتم ترحاها وإحنا بنتمنى إحنا حدا تتكلمنا فيها مبارح وحضرتك دلوقتي يكيد كلامك مسموعه وبيصل للجميع فبالتالي قد نتكلمنا فيها النهاردة وحنفضل فتحينها خلال الفترة القادمة لأنها موضوع أهم جداً أنت بتحط حلول أو بتضع حلول للسنوات القادمة للبلد للنادي الأهلي لا يزلم مرات أخرى أو في هذا الشكل أي حد كمان أي حد ما يزلمش أو أي حد على رأي حضرتك صح؟ أي حد ما يزلمش أصلا الظلم يوحش صح وخاصتنا يا كابت إن فيه ما فيه شواء دلوقتي يعني كل الأولاد اللي بيلعبوا كرة في بلدنا التمنتاشر نادي بعد الماتش بياخد مكافأة فالمكافأة دي بتروح لبيته فأنت كحكم أو كفار بتمنع هذه المكافأة نتيجة إنك أنت بتظلمه وبتنتلوش حقه تمام فدي بتبقى في منتهى الخطورة إن دانية حلول بيتم وضعها نتمنى إن هي تحصل ودايما هنفضل في هذا الأمر خلال الفترة اللي جاية لإنه أمر هام جدا وهو عنصر من عناصر كرة القدم أو من هذه المنظومة الكبيرة جدا من منظومة كرة القدم طيب حالك مع مقولة إن الدولي لسه في الملعب ولا بالنسبة لك المقولة دي انتهت لأ حمار أما تنتهي السنة اللي فاتت حالك مش كنت موجود عارف إن كان فيه فرق 13 بهم تظنين من قبل اللي فات من قبل اللي فات من قبل اللي فات وكانش فيه أمل كان كابتن سايد بيطلع يقول الدوري بعنا وفضل لحد آخر ماتش لحد لما أخدنا الدوري بفرق الحاجة التانية طالما فرق الأبناط لسه موجود فأملنا لازال موجود الأمل ضعيف الأمل كبير تعرفش ربنا بيخطط لإيه لكن بكل الأحوال إحنا عندنا الأمل ولو حصل إنه أخدنا الدوري هتبقى حاجة هتسعدنا قوي لأن دايماً الكرة فيها عنصرين الأمانة، الأمانة والمنافسة الشريفة طبعاً الأمانة والمنافسة الشريفة فأنا ممكن جداً أخسر وأبقى بس أديت الواقع عملت العلي عملت العلي إنما أنا أكسب من غير ما يكون فيه العنصرين دول بتبقى مشكلة بتبقى مشكلة عند الناس بتبقى الناس حتى اللي هو اللي بيحتفل جواه بيبقى حاس إنه يعني طبعاً الناس اللي هم اللي عندهم الاتزان يعني بيبقى عنده ببضو إيه حتة الضمير شوية ولك قال لا أنا برضو فيه حاجات آآ النادي الفلاني يعني اتظلم فيها لا واحنا فيه حاجات كان ممكن ما تتحسبش فدي برضو من ضمن الحاجات اللي يابد نرح نرعيها إحنا الأمانة والشرف في كرة القدم والمنافسة الشريفة دي تبقى عنصر من أهم العناصر الموجودة آآ في الرياضة المصرية وفي كرة القدم بالذات يعني إن شاء الله طيب آآ برضو إذن الموضوع ده بالنسبة لك أنت عندك الأمل لغاية لما يبقى عدد النقاط أكبر من عدد المباراة المتوقعية تفاكر يا كابتن إحنا كنا مركز تاني كنا مركز تاني كنا مركز تاني في بطولة أفريقيا يعني لما طلعت تاني اديت لك وقت للراحة فاآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ فدي خلتك تلعب بارتيحية وما تعرفش اللي جاي إيه خلينا ننتظر وقال إن خلت ست أيام ست أيام دول أنت روحت الترجي في الترجي وشفت الأجواء كنت عامل إزانك طبعاً ومع ذلك أنت شفت أدائك كنت عامل إزانك أدائك كنت عامل إزانك أدائك الزان وعزل كامل يا كابتن أنت نازل الملعب والسواريخ في الملعب والتحكيم وإنت بتقبدي في نوع من أنواع الهدوء والثقة والاستحواز وعزل كامل كأنك ما أنت السامع في المدرجات فعزل كامل وبعدين هنا وبعدين سانداونز وبعدين يعني أداء أكتر من رائع فالأمل بإذن الله تعالى موجود وإن شاء الله بإذن الله تعالى نسعد بأي نتيجة ربنا هيدهنى لأن ربنا من ضمن صفاته وأسماءه العدل فدايما العدل لما يكون فيه منافسة شريفة ربنا دايما بيوفق فيها طيب تفضل لا لا بالنسبة للجانب الآخر بقى نروح للجانب الفني شوية إيه رأيك في أداول تربوليا في غياب محمد شريف والله يقول له ثلاثة أربعة ماتشات الرجل بيلعبه على الطرف وأحيانا بيلعبه في أرس حرب أرس حرب أرس حرب عدلته وهو بيلعب في الناد الأهلي بالنحية الدمين لأنه بيشؤ و بيرجع وبعدين بالرجل الشمال بيروح و يشوت وبعدين برضو ابتدى إحنا شوفنا جوة 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 حلوة قوي براسه في الماتش أمبي في الأول دايتين نعم وبالمناسبة أنا في أحد البرامج جينا في القناة من ضمن الكلام اللي أنا كنتو بقوله بقول لبواليا يا بواليا ما تستناشوا كورا آه يعني زميلك هو بيعمل الكروس من فضلك روح قبلها آه فأعتقد إن الكورن اللي ترفع راح والحقيقة حطها بدماغه آه رائع جداً وبعدين ابتدى برضو الأجوال الجميل اللي جابها جول فأسوان جول الثالث طبعاً رائح للكورة مش مستنيها آه فالمهاجم يا كابتن علشان يبقى مهاجم من الدرجة الممتازة آه يتوقع الكورة وبعدين يروح لها آه و يبقى فيه بينه وبين زميلك اللي هيعمل الأوفر يبقى فيه بينهم نوع من أنواع التفاهم والانسجام بحس الكورة بتتلعب يبقى عارف هيلعب هالو فيين هل على العرضة القريبة هل في نص الجول هوا أو على العرضة البعيدة كل الأمور دي طبعاً بتبقى آه في الحسبان لكن هو أداءه بيتطور آه إحنا محتاجين آه مواجنين آه مع شريف من اللي بيجيبوا الجوال في نص فرصة آه زي شريف آه زي شريف كده يعني ماشاء الله شريف آه من النوع اللماح اللي بيتحرك اللي بيشوف المرمى كأنه فيه آه نوع من أنواع الرادار اللي بيبقى موجود زي اللي بيبقى موجود في أي طيارة آه بيبقى عارف هوا فين جوال 18 بيحس انه هو لما بينفرد بالجول آه على طول بيعني شوف الجول ده آه يعني كل كوره كده في المحلة كده صح عنده رؤية وبعدين التمرير بتاعته في الجول بتبقى حتى لو هي في 20 سنتي بيحطها في 20 سنتي أوكي آه لما بياخدها في الجول اللي جابه في المقاولين أعتقد خد الرجل ورا ظهره آه دي برضو كلها حاجات بسيطة آه لكن لازم تتعلم للولاد الصغيرين آه أول ما انفرد بالجول إيه اللي عمله؟ رح واخد الرجل المدافع في ظهره آه خلاص اي ما هتبنالتي اي ما هتبترد آه والجول طالع لسه بياخد الخطوتين آه وعلى رجليه السابتة رح حطيتها جنب رجليه آه فطبعا دي كلها حاجات آه دي موهبة آه شوف توجوده فين وطبعا التفاهم بين وبين حسين الشحات ان انا مستني في الحتة دي بحس انك انت لما تلعبها لي هتبقى جول ده طبعا الجول في المصري آه الماتش الأولاني آه أعتقد انه بإذن الله بإذن الله راجع تاني بكرة وعلى وجود بكرة في القيمة ان شاء الله آه فأعتقد انه يعني آه آه فهو يعني آه إضافة قوية جدا آه أعتقد انه ان شاء الله بإذن الله تعالى آه يبقى من المهاجمين اللي فعلا آه بيعني بيسعدونا وبيسعدوا جمهورنا دي الآية في كل الأوقات طيب آه كابتن عادل بكرة شايف ان آه من الممكن ان تحدث تغييرات أو يعني موسمان يعمل تغييرات في الفريق ولا شايف ان هو هيلعب بالفرقة اللي في الغالب بيلعب فيها في الفترة الأخيرة والله ما اعتقدش ان هو هيغير يعني اعتقد ان هو بنون مش هيبدأ به آه لا بنون عنده درس واجعه فمش موجود في القائمة اساسيا آه فأعتقد آه يعني ممكن جدا نفس التشكيل آه بس هو برضو بيعمل الخمس تغييرات بيعملهم في توقيتات آه جيدة جدا آه بحس ان هو بيريح آه الخمسة اللي هما عليهم الضغط كتير آه فإنما في مراكز ما اقدرش يغير فيها يعني 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 عالي معلول مفتاح من المفتاح شعيدة اللي غير ما بيقدرش يغير آه إلا لما آه بيوصل لنتيجة بيبقى مطمئن عن نتيجة النتيجة الثلاثة سيفر الحاجة بيعمل عملية التغيير آخر عشر دقائق آه لكن بالنسبة العالي معلول وأيمن أشرف بيبقى فيها صعوبة شوية آه إنما طبعا من الشناول وخط الظهر وأكرم آه حندي يمكن يكون فيه إرهاق شوية نفي ديانج وفيه عمر السلية وطبعا الباقي يا صاح حسين أو أفشا أو أو شريف آه وأعتقد يمكن طاهر أو كهرباء كهرباء آه وبعدين هم عنده خمسة على طول آه مخه شغال على طول لما بيحس إن فيه النتيجة فيها نوع من آه يبتدي يدفع آه بعناصر بحيس إن هو جاهزة للمبارات اللي بعد كده آه وخلاص فاضل المبارايتين آه وإن شاء الله إن شاء الله نسمع أخبار كويس إن شاء الله بكرة بإذن إيه اللي حالك شايفه إن هو يجب أن يحترس منه المسلماني من مبارات الجونة بكرة آه والله إن الجونة في الفترة اللي فاتت آآ فيه آآ عناصر كانوا موجودين عندنا في النادي وآآ راحوا الجونة آه فاللي أنا بخشها بس اللي أنا بخشها بس اللعب فيه فيه قشون شوية أو فيه عنف شوية ده اللي أنا أخشى لأن الولاد بتوعنا رايحين على منتخب وعلى فصفية كاس عالم ده اللي أنا أخشى لكن ككورة وكما كأداء ما أعتقدش أنه فيه أي حاجة ممكن أنه يخشاها لكن هي لعب اللعب العادي والولاد برضو في زاكرتهم وفي مخيالتهم أنه هم أكيد أكيد هيبقوا عاملين حسابه من الستة بونت اللي موجودين دول إحنا مش عارفين النتيجة إيه وإن كان وإن كان برضو من ضمن الحاجات اللي في مانتهى السلبية أنه كانت الماتش اللي فات الاتحاد مع الانتاج الحربي يعني كان فيه حاجة كده طبعا كلنا شفنا الماتش لكن المدير الفني توقف طمع المباريات الله أعلم غلت أو مغلتش وطبعا الجول مش هيلعبه يعني لا في مجموعه حتى كان كشري بيقول مغربش بقى للتصريح ده صحيحة رئيس النادي رئيس النادي رئيس النادي لو أظن أشرف طلع وقال إحنا إحنا كده أنتو بتهيأوا الماتش هو الانتاج الحربي نزل لدرجة تانية آه بس يعني عندي ماتشين يا كابتر آه لسه فود الماتشين أحاول تحافظ على أحاول على شكلي أحاول على شكلي حتى أنا أنزل أداءات غلب عشان أنا أنزلت لا من عندي برضو الولاد دول ممكن يا كاميرا معايا وبعدين الزاكرة الزاكرة بتاعت الناس بتاعت الجمهور طبعا معرفون الانتاج الحربي لحد آخر دي حتى بعد ما نزل فيه شرف فيه شرف لا وهو طبعا الانتاج الحربي من الأندية الكبيرة جدا وحيظل دايما لأنه الحقيقة يعني مثلا أعتقمنا أربع خمس سنين الانتاج الحربي نزل وصعد تا عنده إمكانيات عنده إمكانيات عالية جدا ودائما بيأخذ جيد مدربين على مستوى عالي كانت مختار كان بيتولاهم ثلاثة أربع سنين فأعتقد يعني ما فيش شك أنه يعني فرق إن شاء الله تصعد على طول على طول إن شاء الله كابتن عادل برضو من على الجانب الآخر من اللي من وجهة نظرك دلوقتي المنافسة ما بين ودي دجلة والاااا ودي دجلة وبنك الأهلي مش منافسة ولكن مين من وجهة نظرك اللي حينزل فيهم لأن الإسماعيلي النهاردة بعد تعادله مع الجيش خلاص أصبح الإسماعيلي متواجد في الدول العام المصري العربية من أنها كلمة صعبة جدا من نحنا نقول هذا الكلام على النادي الإسماعيلي ولكن بهذه هي حل كرة القدم يعني هذا اللي احنا نشوفين ودي الحقيقة ده الواقع اللي كان قدامنا يعني فدلوقتي ودي دجلة والبنك الأهلي مين الأقرب من وجهة نظرك وده الفرقتين بيقدوا أداء قوي جدا بس أنا بصراحة ودي دجلة عجبني جدا لأنه آخر تلات ماتشات بيقديهم بقوة غير طبعية خالي ما بيكسب الإسماعيلي في الإسماعيلي في الإسماعيلي في يعني على الرغم أنه كان يعني مباراة صعبة جدا جدا وكسب الإسماعيلي ما نقول كسب الإسماعيلي في الإسماعيلي 2-0 فعملية صعود وبعدين برضو الماتشة الأبلية أعتقد برضو كان كسبان برضو فالكرف بتاعهم طالع هم 28 والبنك 33 نقطة يعني آه فهو شكرا يا رحمكم الله فيه طبعا المقابل البنك الأهلي عنده الزمالك أي وعنده الاتحاد آه بكرة الاتحاد بكرة الاتحاد وبعدين خالي جلال بقول للماتشة ده حقيقة مودة النزمانة الماتش الاتحاد الاتحاد طبعا آه لأنه هو عايزة يعني يطمئن بكرة بحيث أنه هو ماتش الزمالك بيقديه بأعصاب هادي يعني طبعا فالماتشين دول لو هو يعني النتيجة مش موفقة بكرة هيبقى مقدموش حل إلا ماتش الزمالك إنه بيقديها بكل طاقته بكل إمكانياته بكل العناصر القوية اللي عنده عايب فهي هيصراحة بأ آخر دقيقة اللي هو هيحاول إنه هو فعلا يستثمر الماتشين دول إنه يقعد في الممتاز هتبقى محتاجة تركيز ومحتاجة قوة ومحتاجة صبر في المباراة أي محتاجة من المدير الفني إنه إزاي يدير المباراة ويبدأ بالتشكيل المناسب ويبدأ بالدفع في أوقات معينة إنت يحافظ على النتيجة لو جاب جول أو اتنين ويحافظ على النتيجة ما يبقاش يعني فيه نوع من أنواع المبلغة أي فأعتقد إنه الاتنين عندهم نفس نفس الفرصة لكن أعتقد إن ودي ديجلا أسهمه مرتفعة خاصة إنه ماتش الانودي ديجلا 28 نقطة والبنك 33 الكرف بتاعهم يا كابتن عالي هل يتكلم فنيا يعني إلى جانب إن ودي ديجلا البنك هيلعب فرقتين تقال أوكي الزمالك والاتحاد والاتحاد أعتقد في سكندرية فتيم الاتحاد برضو طبعا ماشي قوي لدي شكل جيد جدا فالماتشين دول يعني فيهم يعني قوة غير عادية اللي هيبقى عنده صبر وعنده ثقة في نفسه وعنده جلد وعنده المباراة دي بالنسباله بياخدها بيهدوء من غير عصبية أعتقد إن الفرقتين هيبقى عندهم نفس الحصوص المتساوية وأعتقد بإذن الله تعالى الأجدر ربنا يوفقه ويبقى موجود واللي الصعود بيبقى السنة الجاي إن شاء الله يا رب إن شاء الله أخيرا أنا كابتن من وجهة نظرك السلبيات اللي حضرتك شايفها في الدولي العام المصري هذا الموسم حتى نستطيع أن نتلافها في الموسم القادم الإدارة الواحدة كانت الإدارة؟ الإدارة الواحدة يعني الإدارة الواحدة يعني فيه واحد يعني حتى اللجنة الخماسية برضو ما كانتش يعني تفاكر أيام ما كنا بنحلل مع بعض رؤنا رئيس اللجنة إحنا كلنا كلنا على طول بنوشيد بأداؤه ما ينفعش واحد يدير يعني نزل المجموعة لابد ده كانوا خمسة وكانوا عايزين يجيبوا زيادة فأيوم أنا أنزلها تبقى ثلاثة وبعدين فيها كابتن اللجنة بتوقع ثلاث سنين يعني لجنة عشان تدير تجيب تعمل انتخابات توقع ثلاث سنين مع اللجنة الخماسية مع اللجنة السلسية فطبعا دي حتة الفرد الواحد دي دي حاجة طبعا سلبية غير طبيعية حاجة الثانية يا كابتن وهي لابد يبقى فيه انتخابات ويبقى فيه ناس من الوجوه الجديدة تخش في الانتخابات ديت علشان تفرز لنا حد يعمل بقى ربطة يعمل استثمار يعمل فار على أعلى مستوى ناس تبقى جاية عايزة تخدم بلدنا عايزة تخدم مصر مش جاي علشان أغراض شخصية أو علشان منظرة لأنا جاي يخدم شعب بيعشق كورة القدم ادي له بقى الحاجة اللي فعلا تخليه تسعده أكتر وأكتر يبقى فيه عدل يبقى فيه انكار ذات فأنا الفار لما يتصلح ويبقى فيه لجنة لجنة عمدية بتدير الاتحاد زي ما قلت لحضرتك واحد بييجي من الاتحاد أي اتحاد متقدم ييجي يعمل نظام تحكيم على أعلى مستوى نجيب الفار اللي موجود في إنجلترا ويبقى موجود احنا علمنا الإنجليز وعلمنا الإنجليز كانوا بييجوا هنا يشتغلوا عندنا هنا أيو فأنا ليه هنا ميبقاش عندي الفار المعمول عندهم نفس النظام الموجود عندي بدل الحكم بقى ما يروح وده ييجي عليه وده ييجي عليه طبعا كل الأمور دي كلها سلبيات الحاجة برضو الجميلة اللي احنا شايفينا في كل الملاعب في أوروبا الجمهور رجع عكبت أيو الجمهور رجع في كل العالم دلوقتي تقريبا يعني برضو الحتة دي اللي ما هترجع يعني هتفري كتير جدا هتفري كتير جدا طبعا وخاصة مع النادر أهلي يعني أنك أنت بتتساول أن أنت لجمهورك لم يبقى موجود كل الفرق بتبقى فيه عامل حساب للجمهور ديت واللعيبة برضو عندها نوع من الحافظ أن أنا بسعد جمهوري وباخد البمبولاية في نفس المباراة وفي نفس الدقيقة يعني طيب أخيرا أنا كابتن الرسالة اللي حاجة توجهها لللعيبة بكرة قبل بداية المباراة بقول لهم أنتوا من أعظم الأجيال اللي جات في النادي مع الأجيال العظيمة اللي كانت موجودة طبعا أنتوا ما تقولوش عنهم جبتوا بطولات كتيرة جدا إقعوا أحد ياخدكوا لقصة أنتوا قصرتو أنتوا ما قصرتوش بالورقة والألم أنتوا لعبين ماتشات أكتر من تشيلسي وأكتر من المان سيتي ثقاتكوا في ربنا ثم ثقاتكوا في نفسكم ربنا ووفاقكوا أنت بتاخد بطولتين في ثمان شهور في ثمان شهور وبتاخد صوبر وبتاخد دوري وبتاخد كاس مع الضغوط مع الصفر ما بتشوفوش عيالكم كل ده كل التضحيات دي ربنا هيكافيكوا عليها لأنك أنت أجمل حاجة في الدنيا أجمل حاجة في الدنيا أنك تسعد بانع أدم طبعا فما بالك لما أنت بتسعد الجماهير دي كلها تعال على نفسك مفضلك تعال على نفسك اشتغل على نفسك حتى لو فيه ابنها دي فيه أجهزة للإستشفاء إيه البانع يا أخي بحيث أننا حتى الوقت اللي أنا في البيت يبقى على الجهاز زي رونالدو رونالدو جايب الجهاز دي عنده في البيت عن رغم طبعا ريال مدينة كان عنده عندهم الأجهزة دي متوفرة مخرجش أبقى قاعد أنا بستثمر العشر سنين عشر سنين أنا أبقى العب بكورة خمسوشة سنة الخمسوشة سنة دول تاريخ طبعا بيتكتب في تاريخي إن أنا وتفضل بعد ما تبطل تشتغل بقى في النادي تبقى عدوا مجلس إدارة تبقى في إعلام في تدريب في إدارة في التاريخ ده كله لابد إن أنا أبقى حطه في اعتباري وإن شاء الله إن شاء الله أولادنا ربنا عمرو ما هيغزلهم طالما هم بيكتهدوا وقلبهم على قلبه بعض وما فيش أنانية كلهم بيحبوا بعض جدا وكلهم متربطين مع بعض أنا بشكورك كابتن عادل شرفته ونورته دايما بنبقى سعداء بيك وبسعداء برسالتك اللي دايما بتأديها سواء كنت لاعب أو كنت مدرب أو كنت حتى إعلامي يعني موجود معنا أو يعني بنشرب بوجود حضرك معنا الشرف لي يا كابتن وبعيد وكرر ألف مليون مبروك على القناة وعليك وعلى الستوف في كل الموجود حاجة أنا جيت النهاردة لقيت فيه تطوير جامد جدا أنا أخليك يا كابتن حاجة بيته سعدي لأن ده بيتنا وبيت لما أخش البيت أنت لاقي الصالون متغير ولاقي الحاجات جديدة محطوطة ولا الإنكاريات ولا أكلك كويسة ولاقي حاجة جميلة دي كلها بتسعدك أوي طبعا إنك أنت دي وجهة الناد الأهلي قناة الأهلي هي وجهة الناد الأهلي فبحييك على الجهد المبزول أنت وزملائك وربنا يوفقك وربنا دايما في انتصارات إن شاء الله ببنا خليك يا كابتن أنا بشكرك شكرا جزيلا وشرف لينا كل الكلام اللي حضرك بتقوله شكرا جزيلا لكابتن عادل شكرا كابتن عادل طعيمة طبعا على وجوده معنا حطلع فاصل وبعد هذا الفاصل كريم سعيد وحمد ثابت في حوار هام جدا عن كرة القدم والنادي الأهلي وطريقة لعب الجونة غدا إن شاء الله